السلام عليكم ومحبابكم في درس جديد اليوم الإنشاء له لن بدلنا درس هذا التجاوزات يوم إن إن شاء الله نحاول دلكم درس المسافة الفصلة بين الرجل والضراج والثريات نحاول نعرف المسافة التي ت test gundambe كذلك نعرف المسافة التي نضbie مين bach وهذي تعرف المسافة التي trovدي بني وبين راجل يعني واحد الشخص يعطيني بوجهه يعني ايتقابل معايا ше نتجاوزو ايتقابل معايا ش حالا نخلي المسافة ديالي بينه وبينه بينصورة نشوفوه داخل المدينة ونشوفوه خارج المدينة بون اول حاجة قبل ما نعطيكم المسافة الفصيلة بينه وبين واحد الشخص ولا دراجة خاصي نعود بعدها كندير نفرق ما بين داخل المدينة وخارج المدينة حيث بزاف بعدما تحيت بعد اللي تركتها في الامتحان كتشوف الطريق وكيحسبك انترك داخل المدينة وفي الأصل انترك خارج المدينة ولا العكس الصوت هذه اللي كتوقع بزاف الناس وكيغلطوا وكي في تلك يتخلقهم المسافة كيعرفوش وش هيديديروا مثلا المتر ولا متر وناس ولا دو متر هو أنهم بعض المرات كيحسب لهم هذي كراها خارج المدينة ويا فعلا كتكون بين التصغابي أنا بحال خارج المدينة ولكن يا في الأصل كنت داخل المدينة او داخل التجمعات السكنية او داخل المدار الحضاري فكي دينو نفرق ما بين داخل المدينة وخارج المدينة هو ديما من انترك البطويات اللي هما الأعميدة الكهربائية ديال الدو اللي كيشعله بالدو في الليل ولا تلقى الطوطوع طوطوع هذا الجل طوطوع هو اللي كيكون فيه الجليجات مسبوعين صوب البيض والحمار ولا البيض والصفر هذا هو الطوطوع ولا تلقى طريق ضيقة وضع طريق ضيقة بزاف ضيقة يعني طريق ضيقة ولا تلقى نقول الأعميدة الكهربائية اللي هما البرطويات الطوطوع كيان طريق ضيقة والضيور ولا من انك تلقى تجمعات سكنية اللي هما الضيور إذا لقيت هذا الرابعة عرف راسكارك داخل المدينة من سينو إذا لقيت شهره عرف راسكارك خارج المدينة هذه أول حاجة سنعرفه ديما من انتلقى الضيور يعني التجمعات السكنية ولا تلقى الطوطوع ولا تلقى البرطويات اللي هما الأعميدة الكهربائية ولا تلقى طريق ضيقة هنا عرف راسك بأنك رك داخل المدينة إذا لم تلقيت شهره بغفاء اللي اذكرت عرف راسك رك خارج المدينة أو خارج المدار الحضاري أو خارج التجمعات السكنية هذه أول حاجة سنعرفوها دابتني حاجة وهي أنعرف المسافة اللي خاصة نخلي بيني وبين واحد الدراجة أنا بغيت نضوبلها أو بغيت نتجاوزها فإذا بغيت أنا نضوبل أو نتجاوز دراجة كما بغيت تكونوا هاد دراجة سوء هائية أو لنارية كما بغيت تكونوا هاد فإذا كنت داخل المدينة كنخلي مسافة بيني وبينها كتقدر بمتر واحد متر وإلا كنت خارج المدينة كنخلي مسافة بيني وبينها لي متر أونس متر أونس وإذا بغيت أنا نتجاوز أو نضوبل راجل يعني شخص شخص غادي وأنا بغيت نتجاوزه أو نضوبله المسافة اللي خاصة نخلي بيني وبينه يعني دا كراجل يعني دا بعطيني بضع يعطيني بضع يعني وغادي وأنا موعة بغيت نتجاوزه أو نضوبله فالماسافة اللي خاصة نخلي بيني وبينه داخل المدينة هي المتر كذلك واحد متر والماسافة اللي خاصة نخلي بينه وبينه خارج المدينة هي متر أونس هادي مفهومة اما مني كنت تقابل مع راجل او شخص يعني ذاك شخص كيشوف فيا بوجهه يعني انا غادي واجاي يعني كيشوف فيا بوجهه فهنا سواء كنت داخل المدينة سواء كنت خارج المدينة كنخلي مسافة بينه وبينه كتقدر بجوج متر نعود مسافة كنخلي بينه وبينه كتقدر بجوج متر اذا نعود ان جنرال قولنا ديما مني تبغي تجاوز دراجة او ضوب الدراجة داخل المدينة كتخلي متر خارج المدينة كتخلي متر انس دا ببغي تجاوز الراجل اعطيك بدهار داخل المدينة كتخلي متر خارج المدينة كتخلي متر انس بحالها بحال الدراجة مني كتتقابل مع راجل او شخص يعني اعطيك بوجهه فهد الحالة سواء كنت داخل المدينة او خارج المدينة كتخلي مسافة ديال جوج متر داخل المدينة من تلقى البرطوية أو الأعمدة الكهربائية تلقى الطرطوى تلقى طريق ضيقة تلقى الضيور أو التجمعات السكنية على فراسكراك داخل المدينة خارج المدينة من ما تلقاش هذا الشيء اللي قلت يعني كتعرف حالي كتلقى غير تيرة أو الشنطي هنا على فراسكراك خارج المدينة لذلك هذه مفهومة لذلك من بعد مدلنا هذه أعطيكم واحدة الملاحظة وديننا نهالها وديننا نظن أنكم قلت هذه الملاحظة الملاحظة الأولى قلنا دائماً من تبغي تضوبل أو تجوز أي واحد كما بغي يكون نوعه خاصك دروري تستعمل مؤشر تغيير الاتجاه اللي هو كتسمى الوامد اللي هو السينيال يعني خاصك دروري من تبغي تجوز شيحد تستعمل لك السينيال ديال ليسر دروري باش تعلم ذلك السيارة اللي قباتك بأنك تضوبلها أو تجوزها يعني كتنبها بإشارة ضوئية هذه كانت أنا غير معلومة دجا وقلتها المعلومة الثانية هي مثلاً انت من تبغي توقف آه كتدي السينيال باش تبيعيل للناس بأنك توقف في واحد البلاصة من كتبغي توقف وكتدي السينيال الى شي وحد موراك كان مثلاً جاي شي وحد موراك شتيفي الجاجة جاي يعني غادي بواحد السرعة يعني جاي موراك هنا كتبغي السينيال هذي قائلة زي ضبطوها كانت تكون TPG مثلاً انت بغي توقف في واحد البلاصة كتبد السينيال بأنك توقفتي إن فتشوف شي واحد مواك جاي لغي ذلك السينيال ما تديروش باش ما تشووش ذاك اللي مواك حيث ذاك اللي مواك يقدر هو غادي ويشوف كنت ذات السينيال بأنك توقف يقدر يتفافى يبغي يوقف لهذا وتصدق مثلا توقع شي مشكلة ولا شي حاجة يعني يصطدم بيك ولا شي حاجة فعلا باش تإفتاد شي كله كتلغي السينيال على ما كيدوزم كتأكد بأنه من المواك ما كنت واحد وديك ساتب يمكنك تدير السينيال لك باش توقف ذنك هذي كانت تياري كمراحظة ديروها في بالكم وصافي ذنك قبل ما نغلق هذ الفيديو هنحاول دلكم أمتلاع لها هذ الماسفة هذي هذي أنا بريت نديرها كدرس حيث تتعطاب الزال في المسيحان ولكن سهلا يعني إذا فهمتوا هذي اللي يقول لكم أو هذي القواعد اللي يقول لكم كون أكيد أنك تطبق لقاعدة كيف ما هي الاساس هو تكون عندك الدقة في المراحظة وتكون عارف الفقرة لأنها تكون بزاف لما يفنقوش ما بين داخل المدينة وخارج المدينة في المسيحان هم بالعنية تتعطيوا دي بياج بحال هنا لاحظ دبع اللي شافحة تصوير يقول لك أنت خارج المدينة وفعلاً كتبال بحال خارج المدينة ماشي داخل المدينة ولكن العكس صحيح وأنا نقول لكم هذي قال لك باش نتجاوز هذا الراجل واش نخلي مسافة ما كتقلش على 50 سم ما كتقلش على متر متر 1 ولا 2 متر هنا قلومي يريد أن تجاوز سواء دراجة أو الراجل سواء داخل المدينة كان نخلي متر خارج المدينة متر 1 هذه القاعدة كذلك القاعدة تقول خاصة نعرف واش أنا داخل ولا خارج المدينة باش نعرف واش نخلي متر ولا متر 1 هنا اللي شاف أقول هنا خارج المدينة وأنا في غاسي أول ما عشرت حسابني خارج المدينة ولكن في الأصل تجمعات السكنية قاعدة هكا إن فكتلقى أن تجمعات السكنية تتعفزك بأنك داخل المدينة داخل المدينة المسافة اللي أخلي بيني بين هذا الرجل هي الجواب جوج هي متر هي واحد متر هناك خارج المدينة ولكن في الأصل يجب أن تتقع يجب أن تكون ضابط القاعدة وتكون عرف ما يجب أن تتعفزك داخل المدينة يأيما الدير البطويات الطاق أو الطاق تكون ضيقة بزف فانيا كيف ما كنلاحظه عندي الضيور إذن عندي الضيور عندي تجمع سكني تجمع سكني غاني داخل المدينة سكت مردم إذن أخلي متر بينه وبين هذا الرجل حتى نتجاوزه طبيعة الحال نعطيه هات السؤال قل كباش نتجاوز هذا الرجل نخلي مسافة آمان ما كتقلش على خمسين سنتيمتر واحد متر أو واحد ونص متر يعني كيف ما كنلاحظه تانية إلى شتي أتقول غاك خارج المدينة ولكن إذا اختفت صويرة أتلقى بي أن هناك ضيور من بعيد شو شو ضيور فين بينين شتيون هات ضيور دونك ضيور عندي تجمع سكني إذن عندي تجمع سكني إذن أنا داخل المدينة داخل المدينة إذن داخل المدينة بطبيعة الحال نخلي مثلا بيني وبين ذاك الراجل أو ذاك شخص اللي أنا تجاوزه دونك نعطيكم مثلا هاد المثال هذا مثلا شوف ريت تصويرها نعطيكم سؤال بصير أخر أقول لك هاد الدراجة إلا بغيت نتجاوزها ما هي المسافة الأمان التي تجعلها بينه بينها؟ إذن دراجة أن أتجاوزها إذن أول حاجة سنعرف فين أنا واش أنا داخل المدينة ولا خارج المدينة إذن هنا واش كان شي بطبيعة؟ ما كانش كان شي طوطوار؟ ما كانش كان ديور؟ ما كانش كان رجل شجر ما كانش واش طريقة ضيقة؟ لا طريقة هي واسعة شوية ما ضيقاش بزاف ما ضيقاش؟ إذن هنا أنا خارج المدينة إذن هنا أنا خارج تجمع سكاني خارج تجمع سكاني المسافة اللي عم خلي بينه بين الدراجة هي متر أمس إذن هذه الأسئلة المسافة تتعطيها ديما في المتاحة كون أكيد هذي تتحط الأساس منها ما شي هو القواعد إذا أنا فهمت لكم وعطيتكم الفق داخل وخارج المدينة سهلة الصعوبة فينك تكون أو البياش فينك يكون وهو في الدقة خلسك تكون عندك الدقة دل ملاحظة وتشوف مزيان واش طريقة ضيقة واش كان شي تجمع سكاني واش كان شي طرق حيث بالغون هذا و theirs كان عبارك الطرق يأخذ في المدينة في slip إذا قام بعمر وش يمكن أن تع scientifically رحب المغ Lynn وش شأن تمام كيف تجمع ساكاني؟ إذاً داخل المدينة منك يكون تجمع ساكاني؟ داخل المدينة كالطباقة الخائدة ولكن هنا خارج المدينة لا يوجد ذلك شيء إذا نجعله 1.1 نعطيكم هذه التصوير الأخيرة هنا قال لك أنا لم أقشت السؤال دابا أتشوف أنتم مريد تصوير ونعطيك أنا السؤال مثلا إذا أريد أن نجاوز هذا الراجل شنو هي المسافة يجب أن نجعله بينه وبينه وش متر؟ متر 1 أو 2 متر؟ يجب أن نجاوز راجل هو عطي نبده إذا لكي نعرف ما نجعله متر 1 يجب أن نرى الطريق وش أنا داخل أو خارج هنا لا يوجد تجمع ساكاني لا يوجد ضيور لا يوجد بطويات لا يوجد طوط لا يوجد تنمو لا يوجد تنمو لا يوجد تنمو إذا هناك بينه وضع يعني خارج المدينة لا يوجد خارج المدينة خارج المدينة هنا أتجعله بطبيعة 1 1 متر دبا نقلب لكم مثلا بهذا الرجل اللي يعطيكم نطاع لي نفترض انه كان يعطيكم بالوجه يعني كيشوف فيكم فهذا الحالة انخليه دو متر سواء كنتي داخل او خارج المدينة دك ساعت ما كنتي مشوف انفوا الرجل يكون كيشوف فيكم بوجه دك ساعات هادك الدقاء غريحي دا ما تشوش غعف تصويره شوف نطاع غير فالراجل كان كيشوف فيك او شخص كيشوف فيك نشان كتكوشي لا دو متر ما كيهمكش ديك ساعات دقاء قوش كينش بطوليات ولا تجمع ساكني ولا 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 شفيك هذا الرجل او شخص بوجهه كتخلي دو متر علاش حيديك دو متر سواء كنتي داخل المدينة او خارج المدينة كتخليها دونك ما كتقشوف ولكن فوقك كتشوف مزيان وشغل كنت داخل تجمع ساكني او خارج تجمع ساكني منين كيكون هذا الرجل يعطيك بدهور يعني هذه الدوبلو او تجاوزه او دراجة كتكون غادة يعطيك بدهورها دونك تجاوزها هنا في هذه الحالة فين خسك تكون عندك بقى في المراحظة وتشوف مزيان في التصوير واش كينش بطوليات واش طريق ضيقة بزاف واش كينش تجمع ساكني واش كينتطوطوع كانوا داخل المدينة ما كانوا شغلك خارج المدينة داخل المدينة كتخلي متخ خارج المدينة كتخلي مترونس هذا بالنسبة للتجاوز بالنسبة للتقابل يعني من كتتقابل مع الرجل كتخلي دونك سواء كنتي داخل او خارج المدينة كنتظن ان هذا الدرس سهل وهو كتتعطى بزاف امتيحان القليلة كتتعطى عليه شي تخوى كي سواء لربعة يعني بعض من قطل لثلاثة ومن غير هاد الشي كتحتاجوه تمنك لكون كتصوكتونه بلديك كتتعرف المسافة للآمل يعطيه بينك و بين الدرجة او هذا الشخص اللي احدك داكو دونك كده اللي قلتلكم إلا كانش يحدموهاكم غادي وانتو ما بغيتوا توقفوا كتلغيوا السينيال وديما من يتبغي تجاوز او طوبل شي واحد كي ما بغي يكون نوعه خاص تستعمل مؤشية غير تيجالي والوامد لي والسينيال ديال اليسر حيث مثلك التجاوز كيكون من الجهة ديال اليسر دونك جي سباركو تكونوا فهمتوا الدرس تكونوا فهمتوا القواعد كنتمنى الفيديو كنا الإجاب ديالكم إلا استفدتوا ما تنصفش باتاجو مع اسحاكم اشي استفدو تهوما تفعل دوزل الجهاز بشو سلكم درج جديد تابوناوا معي في شينيوتيوب كارين فلالي باش في سبوك كارين فلالي شوكرا على التسبوع ديالكم معي فهض